مولانا موضوع المخاوي ده وفكرة الاتصال بالعالم الآخر زي ما خضرك وصفت أو الجن هل هو أمر حقيقي؟ رأيت ناس على هذا الحال فعلاً لأنه لما بنيجي مثلاً يذكر هنا أو هناك فيتقلق ده أشياء غير حقيقية ما عادش ده بيحصل كم ممكن يحصل في القرون الأولى؟ الآن لا يحدث لا أنا شفت شفت مرة واحد في البحرين أنا في البحرين قاعد يقول حاجة أعرفها ده كذا 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 دي مش عارف مين 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 ومحدش يعرفه لكن أنا عارفه يعني حسي فهو بيحكي حاجة حصلي بس الناس ما تعرفه هاش فيه حصلي فعرفته فهمته على طول والفرق كمان إنه ممكن لا يقيم الفرق ولا يقيم شرع الله يقول لك أنا ما صليش تصليش؟ ما بيصليش هذا إزاي بقى؟ لازم الرجل الولي الرجل الصالح أهل التصوف الحقيقي يقيم فرق الله شرع الله يعني دي نقطة مهمة لأن فيه ناس تقول إنه لا هو كده في حال وامتنعة من الصلاة لا ما فيش حاجة اسمها حال كده وكده هو يعني ولي من أولياء التصوف لا 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 بدي صليش ما بيقيمش الفرائد ولا يقيم شرع الله لا عرض الحائط نضرب عرض الحائط بيه على طول فدشرت فأنا شفت من ده شفت فطبعا أنا ببص ما بيتكلمش أنا فهمت الموضوع وخلاص أدركت ولا أناقش ولا أعمل أبعد عن الموضوع صاحبت الرئيس السادات الله يرحمه وكان لك الكثير والكثير يعني من ذكريات من تقدير من احترام من محبة بتشوف فكرة تصوف عند الرئيس السادات الله يرحمه كان إيه؟ حاله في هذا الأمر كان إيه؟ هو كان للرئيس السادات الله يرحمه كان يعني راجل طيب صراحة يعني كان يصلي الفرائد كلها كان رحيم يعني حتى مع اللي بيشتغلوا معها ما كانش ينهر حد ويئزي حد إذا كان غلطان يعني أو عمل عملة مش كويسة يعني كان يحب قوي الشيخ مصطفى إسماعيل يحب يسمعه يعني مولع بأداء الشيخ مصطفى إسماعيل ولذلك أنا لما سمعني ثلاث مرات مش عاوز أذكر فيني يعني أنا ذكرتها قبل كده ثلاث أربعة مرات كان المهندس عثمان أحمد وثمان اللي هو صاحب شركة المأولي العرب وأنا قاعد أقرى مرة فقال له يا أبو عفان كان الشيخ مصطفى إسماعيل بقاله سنة متوفي الكلام ده سنة 79 أو 80 والشيخ مصطفى بقاله سنتين متوفي قال له يا أبو عفان مصطفى إسماعيل صحة ثاني يعني شوف أنا فكرته بالشيخ مصطفى إسماعيل بالشيخ مصطفى الله يرحمه كان في العشرة الأواخر من رمضان يعتكف كل عام في واضي الراحة في سينة اعتكاف ده في حد ذاته يعني حاجة جميلة جدا كان له خلوته يعني ومعتكفه يعتكف وكنت أقرأ القرآن يعني حتى المكان اللي هو الوادي المقدس طوى اللي كلم الله فيه موسى سيدنا موسى تكليما ده صحرة رمل كنا نقعد على الرمل هو على بعد كده وأقرأ يعني يطلب الصورة اللي فيها الموقف اللي كلم الله موسى تكليما فيها فلما قضى موسى الأجلى وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون يعني تدفوا كان ظاهر الدنيا برد ولا إيه فلما أتاها نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين نقول قصة فكان يسمع الآيات سورة طه فها نفس القصة بطريقة أخرى سورة النملة فها نفس القصة واحدة مختصرة واحدة مفصلة كده يعني كان يطلبها في الوادي آه كان يطلبها آيات أخرى يعني كنت أقرأ بعد ما خلصهم أقرأ ما إحنا عندنا عشرة أيام اعتكاف فكان يعتكفه كان دايما يصلي نشوفه يصلي الظهري والعصري يعني إذا تيسر لنا أننا نراه يعني في مرة أو لا حاجة الرئيس يصلي كان يقرأ القرآن دايما فكان دي أخلاق التصوف يعني دي نفسها هو خلق التصوف إقامة الفرائض وقراءة القرآن يعني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قيمة التصوف جيدة